السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في حلقة جديدة من خبرات قليل. طبعا اكتر حاجات اللي بتزعلنا كلنا وهي ضيع الصور بتاعتنا او حسف الصور بتاعتنا. وانا رضا ان شاء الله حابة اشارك معكم طريقة وسطة جدا. من خلالها نقدر نستعيد الصور اللي محزوفة بقى سواء من او اللي هي بطاقة الزاكرة. ولكن هنراكز اكتر على بطاقة الزاكرة على سبيل يعني ان كل الناس لوقتي معها الموبايلات وتستخدم البطاقة الزاكرة كاقرب مكان لحافظ الصور. ولكن قبل بلبدأ عايز ا اكد او اه انوه عن قطعين مهمين جدا وهي طبعا الاداة اللي نستطيع من النهاردة هي اداء مجانية تماما. يعني اه مش معنى ان هي مجانية فهي اداء تعبانة على حاجة لا اهي اداء قويسة جدا وقوية جدا. ولكن هي مشكلة ان هي بتشتغلش الا على حاجة كمان مهمة لازم يكون ما عندك اه بماننا احنا هنشرح او هنركز النهاردة على بطاقة الزاكرة. فلازم يكون عندك الريدر زي ده. الريدر ده موجود في محلات موبايلات بكاسرة يعني اي محل موبايلات ده تخش شيري منه. طبعا انا بتكلم من الناس يعني اللي ما عندهش فقرة انا عارف ان هو مشهور وناس كتير عارفها. اه مو مالكارتي ده اللي بتحط فيه بطاقة الزاكرة بتاعتك. وآآ بتوصله على الكمبيوتر. اه طب انه يعني ما بيزيدش عن عشر عشرين جنيه. اه في اشكال وانواع كتير منه. المهم يتأكد ان انت جايب حاجة محترمة. عشان ما يقطعش منك او ما يفصلش واحنا ما بنحمل عليه. واحنا بنستعيد آآ الملفات بتاعتنا. اما بقى اخر حاجة قبل ما نخش على الفيديو عطول ده 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 تأكد ان تعمل معنا اشتراك في القناة. لان ان شاء الله الفترة اللي جاية هنركز على موضوع استعادة الصور المحزوفة. آآ وطبعا بدور ده 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 على برنامج بيكون محترم كده. يقدر ساعدنا على استعادة الصور المحزوفة من الموبايل. طبعا كل ده لان طبعا جات لتعليقات كده على الفيديو اللي احنا كنا عاملينه عن استعادة الصور من صور جوجل. وطبعا بما ان الاسم واضح والصورة المصغرة واضحة ولكن طبعا للاسف ناس بيحصل معا لابس بتستعادة الصور المحزوفة عمتا واستعادة الصور من جوجل. وفي ناس للاسف بتروح من جاني كده تعليق غير لطيف وهي خارجة من الفيديو. ولكن برضو آآ بمبدأ عامل ناس كما تحب بقاني عاملوك. فطبعا انا بحاول اساعدهم لان انا عارف موضوع الصورة المحزوفة دي. يعني حاجة مؤلمة جدا. المهم انا طولت عليكم كتير انا اسف خليني نخش في الفيديو على طول. طبعا شباب زي ما قلنا احنا نستخدم ويندوز تين لان احنا نستخدم ادايا المجانية الخاصة بمايكروسوفت اللي هي ويندوز فاير كافري. ان شاء الله هتلاقي الروابط بتاعها موجود اسفل الفيديو. اما بقى لو مش عايز تخش على روابط بقى وتوجد معك ممكن تخش تحملها من المتجر الخاص بمايكروسوفت اللي موجودة على ويندوز تين. بتروح على المتجر وتروح على البحث وبتبحث فيه على ويندوز فاير ريكافري. هتلاقيها موجودة بالشكل ده بتخش عليها وبعدين بتعمل لها تثبيت طبعا اه تثبيت او بعدين بتعمل لها تشغيل. هتشتغل معانا بالشكل انتو شايفينه ده. دولو يايس عشان تشتغل. طبعا في البداية هتبنك ان هي واجهة معقدة ويعني ايه اللي انت جابهونا ده الموضوع والله بسيط جدا يعبار عن خطوات. يعني وكل حاجة هتلاقي مشروحة هنا وان شاء الله يعني هحاول اشرحها لك بالطريقة بسطة جدا. ولكن قبل ما نروح على الواجهة بتاعتنا اللي مش معقدة خلينا آآ نتأكد من الخطوطين مهمين. اول حاجة ان هنا نتأكد بقى ان احنا هنوصل الريدر بتاعنا على الكمبيوتر وتأكد ان هو شكل ده كده انا وصلته. وفتح معايز مش شايفين بالشكل ده. تمام? في حاجة مهمة كمان بقى خلينا نطلع بقى من الريدر وروح على او آآ ماي كومبيوتر بنروح عليها بالشكل ده. بنتأكد من خطوتين او حاجتين مهمين جدا جدا. بنعرف الحرف اللي خده الريدر ده حرف ايه? يعني لا مش اللي هو ال ايه دي يعني لا حرف يعني او او ما هو الحرف اللزي سوف ياخذه هذا الريدر لان الاسف جاء عندي بحرف ايه? اوليه ايه بالانجليزي? يعني السوائل كده يركب مع الحرف شكلها يعني. ما علينا? الريدر عندي خيات حرف الاي. اه ممكن عندك انت اه ياخد اي حرف تاني يعني ملكش علاقة باللي انا بقول ده. احنا بديك المسال. يعني هو ممكن عندك يبقى ام اتأكد من الحرف اللي خده الريدر بتاعك او اعرف الحرف اللي خده الريدر بتاعك هو حرف ايه بالضبط او او ما هو الحرف اللي هو خده. طيب عرفنا الحرف نروح بقى على حاجة تانية وهي المكان اللي هنحط في الصور بتاعتنا. طبعا يعني يا في قاعدة زهوبية كده زي ما بيقولوا ما ينفعش ان انا اخد الصور اسردها في نفس المكان يعني الصور بتاعك تتحزفت من ال di ما ينفعش ان انا احطها في ال di تاني. هو اساسا برضو في قاعدة تانية بتقول لك ان انت ما ينفعش ان انت يعني ما حاجة تحزفت من عندك ما تتحزف منه صور. ان انا اروح احط عليه حاجة تاني واقول بعد كده بقى استعيض الصور اللي rogue. او اي بيانات. البيانات بتتحطي فوق بعضيها او بتكتب فوق بعضيها فلي انت بتعمله ده غلط لازم تسيب المكان فواضي لحد ما تستعيد منه حكتك اللي اتحذفت طيب يعني انا اسف يعني لو بنخش في نقاشات جانبية كده ولكن يعني في حاجات مهمة لازم تأكد عليها ما ينفعش تحط اه حاجة في مكان اللي اتحذف منه البيانات بتاعتك تسيبه فواضي لحد ما تستعيد بياناتك طيب عرفنا الوقتي اه حكتين مهمين الريدر بتاعي اخد الحرف ده اللي هو الحرف الاي عندي عندك ممكن توعى زي ما قولها هيختلف كمان المكان اللي انا احط في الصور بتاعتي مش ينفع ان انا احط في الدي مليان هستخدم الاف خلاص يبقى عرفنا الحرفين دولة الاي والاف الاي والاف الاي والاف الاي اللي هو الريدر والاف اللي هو البرطيشن بتاعي طيب نرجع بقى للوجهة تاني عرفنا كده كل حاجة نخش بقى على الوجهة وهنكتب فيها جملة بسيطة كده وبعدين هنكمل باية خطواتنا الجملة دي لازم تكتبها في كل مرة بتعمل اه بحس او هتكتب اي حاجة وهي جملة بسيطة اللي هي بس كده اللي هي اختصار لوندوز فايل وبعد ما كده بتهى بدوس او اللي هي المسطرة باخد مساحة كده واحدة بس دوسها واحدة بس وبعدين بقى احنا قلنا بتاعنا او بتاعنا هو حرف الاي فبدوس له كده على حرف الاي وبعدين من برضو بضغط على وبعدين بروح ديت او بتلاقيها موجودة في حرف بالعربي بضغط عليها كده بتظهر معي بالشكل له بعدين باخد مسطرة تاني وبعدين بقول له انا هحفظ الصور بقى في فبدغط على وبعدين برضو تاني او تاني لحد كده الموضوع مصيح جدا وسهل وهو وبعدين بقول له المصدر بتاعي فين والوجهة بتاعتي فين خلاص المصدر بتاعي الريدر والوجهة بتاعتي او المكان اللي هاحفظ عليه هو الاف ما نكون النقط كده واضحة طيب عندنا ايه بقى هنا اه هنكتب ايه تاني قبل ما ندوس على زرار انتر عندك هنا بيقول لك ان انت في عندك مود او وضعين هم المودز هنا او اللي هو العادي ده وقت ماناش ده وليمش نستخدمه خالص يعني كان مش موجود يعني مش موجود هنستخدم ده يعني بحث اعمق ويعني هو شاسع او احسن او هو البحث بتاعه احسن في البحث فخلينا على طول نستخدم ده ازاي بسطة جدا برضو انا كتبت الاف او ببعد برضو مصدرة كمان وبعدين بروح اكتب ده بتلاقيه في حرف اللي هو يعني فوق الويندوز على طول او فزة وبعدين بتكتب عايز تاخدها كوبي تاخدها كوبي كده يعني لو مش هتكتب خليك دايس على الكليكة الشمال للموس واروح اعلم عليها بالشكل ده وبعدين كنترول وحرف السي مع بعض هيعمل لها كوبي تنزل هنا تحت هنا وكليكة يمين بس كده اتنسخت موضوع بسيط جدا جدا جدا. طيب احنا بنبحث دلوقتي او مخصن البحث بتاعنا عن الصور تقدر يعني تبحث عن اي حاجة داخل المماري كارت بتاعك ولكن خلينا اكتر حاجة بنزعل علاج جدا هي الصور. فاحنا هنقول له والله احنا دلوقتي بنبحث عن الصور. فبخض له مصطرة كمان كده بضعط على مصطرة وبعدين تاني وبعدين بقول له بقى ان هعمل الفلتر. الفلتر ده بنستخدمه حرف الان. يعني كل حاجة زي مش شايفين مكتوبة هنا. يعني كل حاجة مكتوبة هنا. يعني حتى سيبك مش شرح بتاعي او الكلام اللي انا بقوله هتلاقي كل المعلومات بتاعتك اللي انت عايزة هتلاقي هي موجودة هنا. والله يعني انا انا للاسف يعني انا جربت اكتر من من حاجة علشان اه اعمل الحلقة دي. اه لقيت ان افضل البرامج اللي هي البرامج المدفوعة. والبرامج المدفوعة لازم تدفع لها يا اما تدفع لها فلوس. يا اما تستخدم الكراك والباتش. وطبعا انت عارفين الكلام ده كل ده دلوقتي اصبح حاليا بقى خطر جدا. انت عارفين يعني كل شوية طلعنا فيروس جديد. فهي افضل ادى بصراحة نشوفها يعني ممكن تباني يا معقدة شوية. ولكن والله انا يعني جربت فعلا اكتر من حاجة. وده اكتر حاجة ديتني اداء كويس او نتيجة مرضية. يعني خلينا نخش او نرجع تاني. انا حبيت بس اكد عليكم عن حاجة دي عشان ما تزهقش رتين في الفيديو وتطلع من غير ما استفاد. سيبك من انا انا عايزك تستفاد وما تستخدمش اي حاجة فيها او كراك. او تقلل يعني انا بستخدم بس بحاول اقلل يعني. المهم اضغطناه على حرف الان وبعدين بادوس على المستهرة التاني. والดوس له بقى على النجمة. النجمة دي بتبقى فيه اه في في رقم بتاع القلة الحزبة كده. آآ على الشمال على اليمين الخالص كده في القلة الحزبة او الزرة الطالة الحزبة. فيها ذهور الده. بضغط عليه. وبعدين بقول له بدغط على ظهور. وبعدين بقول له بقى ايه انا ببحث عن امتدات صور. الصور بتاعتي آآ بتبقى امتدات بتاعها او جي آآ بي جي. آآ صراح طبعا اكتر الصور بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها بالامتداء بتاعها اللي هو الجي بي جي ده. اهو بكتب له هنا جي بي جي. اهو بقول له بس كده انا يعني اه مش عادي اكتر من كده اهو ده الامر زي ما شايفينه كده. هو يبان ان هو معقد ولكن والله يعني هو سهل جدا. والحاجات كلها موجودة هنا. ممكن تخش على الصفحة الخاصة بهم وتعرف كل الاوامر. كل حاجات ان شاء الله ان شاء الله صابت لكم موجودة اسفل الفيديو. فطبعا انا كتبت الامر بتاعي زي ما شايفين كده اللي هو بتاعي او الواجهة بتاعتي اللي هو ده المود اللي انا هشتغل عليه. وبعدين الفلتر بتاعي. وبعدين بكتب الامتداد بتاع الفلتر اللي انا عادي استخدمه. اه ده رشيل ده وقت ما كانها ده لو بضوع على صوت. اه ده رشيل وقت ما كانها لو بضور على آآ ملفات فيديو. فانا هختار دلوقتي عشان خاطر انا عايز الصور. فبعد دسلو خلاص خلصتي كده ودسلو انتر. ثواني وهتلاقي دلوقتي كتب لك شوات معلومات كفار كده نفس الكلام اللي انا كنت تبقى دلوقتي اللي هو اللي هو اللي هو الريدر. اه الوجهة بتاعتي اللي هي اللي هي اللي هحط فيها الملفات بتاعتي بعد ما استعدها. اه دلوقتي هو لو روحنا على الاف هتلاقيه ان هو عمل لي اه ملف اسمه مش عارف ايه الرقم ده بالتاريخ طبعا وكمان اه رقم تاني. ده هتلاقيه موجود دلوقتي على الاف لو روحنا عليه. كمان بيقول لي الفلتر بتاعك هو الجي بي جي او اه كمان عندي هنا انه انا بستخدم فلتر. طبعا ستبقى من اي كلام تاني موجود وبعدين بتقول له بيقول لك ان دلوقتي عايز تكمل على كده فبقول له طبعا اه عايز اكمل وهدوس له اقال له ييس عشان يكمل. دلوقتي هو بيعمل لك على اه الريدر بتاعك او على بطاقة الزاكرة بتاعتك فبتنتظر لحد ان تخلص لا وهتلاقي ان هو بيقول لك ان انا لقيت ملفات كتيرة دلوقتي وهتظهر قدامنا دلوقتي مع بعض. اتمنى اكون الخطوات اللي انا قلتها دي كون لها اه واضحة. يعني لو عندك اي استفسار لو عندك اي سؤال ممكن تسيبولي في تعليقات او تكلمني على صفحة الفيسبوك. اه بحاول والله برد يعني على اه اه ما اقدر بحاول ارد على كل الناس. زي ما قلت لكم انا جربت اكتر من برنامج. وللاسف كلهم المجاني منهم مش كويس. لازم عشان ترجع صورك لازم او ترجع لحاجة المحزوفة لازم تستخدم برنامج يكون مدفوع. اه فيعني مليت ان الحل الوحيد يعني ان تستخدم برنامج مدفوع ان انت تستخدم بتاعه او الكراك بتاعه او حاجات بقى طبعا اه ودي اللي بقى حد بيقلق منها لانها ممكن تكون يعني اه حاجات ملغمة. طيب هنستنى كده سهواني مع بعض ونشوف الصور ان شاء الله اللي هترجع. طيب زي ما انتم شايفين كده شباب ان دي الصور اللي قدري يرجعها لي وكده بيقول لي ان هو رجع كل الصور دي. طبعا زي ما انتم تفاكرين معايا ان مش كل الصور دي كانت موجودة على المماري كارت احنا كان عليها كلها كام صورة كده. فخلينا مسلا اه هو بيقول لك دلوقتي تحت من بصنا تحت كده بيقول لك انت عايز تفتح دلوقتي اه الملف فبقول له مسلا ياس او نو طبعا مش تفرق الموضوع ده مش هيفرق فبقول له ياس افتحي الملف. خلينا نرجع خطوة بس كده واريكم حاجة كم شايفين اهو يعني اعمل لي اه في الاف هنا اعمل لي ملف باسم اهو ده اللي في الصور بتاعت الوقت. فلو دغطت على ال جي بي جي كده فبيدخلني على الصور اللي موجودة اه يعني ايه ده ده جاب لي كمية صور صور خاصة كانت موجودة على الكارت بصراحة يعني انا كنت نسيها اساسا والله. اه اه صور كتيرة وفي كمان صور شخصية. طيب اه المهم يعني زي ما شايفين هو رجعلي اه يعني تعالي نشوف كم رجع كم صورة. اه رجع هنا اه او استعاد لي تلتمية ستة وتسعين صورة من اللي كانوا موجودين على بطاعة الزكارة بتاعتي. طبعا زي ما شايفين كلها صور يعني يعني معظمها شغالة اهو. عشان في بعض البرامج اللي ممكن اه بعد ما استعاد لك الصور الصور ما تفتحش. تعالوا نفتح صورة. تعالوا نفتح صورة. نفتح صورة زي كده. زي ما شايفين الصورة كويسة واضحة ومش اي مشكلة. وفتحت معنا. صراحة يعني اه زي ما قلت لكم انا دورت كتير على اه يعني ضرامج وجربت اكتر من البرنامج قبل ما اعادكم الحلقة دي كده. والله ده كان افضل البرنامج فيهم. طب زي ما شايفين كده ان هو دير رجعلي اه مجموعة كبيرة من الصور بتاعتي. يعني صورة لايكات قديمة كمان. يعني انا مجربتش على الكارت ده. انا جربت على انا بجربت جربت كزا برنامج بس كنت بجربهم على الفلاشة. اه المهم يعني قدير رجعلي الصور والصور الحمد لله كلها بتفتح ما فيش صور بايزة. اه طبعا اه كمان الامر اللي احنا عملناه ده ممكن نستخدمه مش على الصور بس ممكن نستخدمه على اي حاجة تانية يعني اه لو خدنا نفس الامر يعني خدنا نطلع بس فوق ثواني. اه لشي انا بطول ان كنت بطول عليكم ولكن انا عايز وكون انت ماشي تبقى يعني اكملت معي الفيديو وخدت المعلومة كلها تمام وتدر تصرف من غير ما ترجعلي من غير ما تعمل اي حاجة تاني. فيعني خلينا مسلا نجرب ان احنا مسلا لو عايزين نغرر الامتداد ده. هتاخد نفس الامر كده عشان ما تعوش تكتب تاني كتير. هتاخد نفس الامر كده كنترول تروح كده على منها بعد كده على وعلى وقت نزل تحت هتروح برضو تكتب له كده او وتروح تنسخ الامر ده كده. ولكن بقى هنشيل الجي بي جي دي كده ونروح نكتب له مسلا انا عايز ادور على ده الفيديو مسلا انا عندي فيديو بدور عليه. برضو نفس الكلام كل مرة عايز ادور على حاجة تانية بتروح تاخد نفس الامر وتغير بس الانتداد. الموضوع سهل جدا جدا. وبجرد ما انت ضغطت على هبتدي ان هو يجيب لك نفس الخطوات السابقة وبالضغط على هيدور لك بقى على كل حاجة بتاعتك موجودة ان كانت بقى يعني المهم الموضوع سهل جدا جدا. وفي النهاية اتمنى كون قدرت ان انا يعني اساعدك ترجع اه صورك المحزوفة. اه وما تستخدمش اي برامج تكون يعني اه مش واخدها بشكل قانوني. يعني الموضوع بيقى فيه خطر شوية. حاول تقلل المخاطرة. انا بحاول قلل المخاطرة على قد مقدر. وبس كده عشان مطورش عليكم اكتر من كده. اتمنى في النهاية كون قدرت اساعدك. وده تساعدك في استعادة الصور بتاعتك المحزوفة. اه اشكرك لو لست مكمل معي الفيديو الحدي هنا. اتمنى بتتنسلاش بقى من دعمك الجميل. لايك في الفيديو طبعا. واتمنى الاشتراك في القناة. وبأكد على الاشتراك في القناة. لان طبعا ان شاء الله هيكون لنا اكتر من حلقة في الموضوع ده. في الفترة اللي جاية. شكرا جدا جدا. واشتركوا ان شاء الله لخير في حلقات تانية. والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة.